مساء الخير عاملينيه يارب تكونوا بخير هتكلم في الفيديو عن مميزات وعيوب أنسى بورج الميزان ومن أول ميزة أن هي شخصية جذابة جدا شخصية جميلة وجذابة ده المعروف عنها كمان هي زكية جدا ومن خلال زكاءها ده بتعرف تبتكر في الحلول لو في مشكلة بتعرف تحلها بشكل متكر يعني فده منسوب لزكاءها يعني هي كمان إنسانية جدا وبتعرف تميز بين الصح والغلط في المشاكل الموجودة أو لو في مواقف معينة بتكون موجودة هي بتعرف تعدل في المواقف ده يعني تكون عادلة في الحكم ما بتجيش على حد على حساب حد من ضمن المميزات أن هي قيادية جدا يعني بتعرف تقود كويس تعرف تقود فريق عمل في الشغل مكتوب كده هي قيادية بدرجة عالية فشطر يعني في إدارتها هي كمان إيجابية جدا وده بيخلي لها شعبية لأن بتدي للناس طاقة إيجابية وتحب تشارك في المناسبات وتفهم في الواجب وتعرف تعمل الأصول كويس من ضمن مميزاتها أن هي شغوفة عندها شغف اللي بتقوم بيه سواء في العمل أو من ناحية الأسرية فعندها شغف دايما دي حاجة كويسة جدا آخر ميزة بقى وهي عاطفية جدا ومكتوب كده من أكتر الإناس عاطفيا هي أنسة بورج الميزان وكده أبقى خلاص المميزات وهبدأ في العيوب أول عيب وأنا مش شايفه رأي الشخصي أنه هو عيب يعني بس هو مكتوب في العيوب أن هي بتقدر تنفصل عن الشخص اللي مرتبط به بسهولة في حالة أنه ما يهتمش بيها أو يضايقها أو يعني يتسبب في مشاكل لها دايما أو خلافات دايما بتقدر تنفصل بسهولة وده مش عيب لأن كل حد ليه طاقة ما ينفعش حد هيستحمل حد على طول فطبيعي أنت هتضايقني فطبيعي أن أنا هبعد عنك سواء بقى انفصل الارتباط أو صداقة أو أي إن كان فأنا مش شايفه أنه ده عيب بس هو مكتوب في العيوب يعني أن هي بتقدر تنفصل بسهولة للشخص اللي مرتبط به لو ما يهتمش بيها تاني عيب أن هي مترددة جدا دايماً بتكون مترددة في قرارتها هي شخصية مترددة من الدرجة الأولى والعيب اللي بعده هي انتقامية خصوصاً لو حد جي عليها بتدور على كذا طريقة تنتقم بيها أنا فكرة الانتقام دي ما بحبهاش يعني على قد ما تقدر أو تقدري تسامح وتسالم سامح وسالم حتى انتقامك ممكن يبقى انتقام بشكل محترم بشكل راكي يعني إيه؟ يعني أن أنت كون أن أنت أو أنت مدام أنت شخص عارف أن أنت كويس واسلوبك كويس لما أنت تبعد خسرتك انتقام يعني الشخص اللي خسرك عشان أنت كويس أو أنت ده بحد ذاته انتقام لأنه مش هلاقي شخص كويس بسهولة فلكن انتقام انتقام بقى بكذا طريقة ويعني الفكر ده أو الطريقة دي أنا مش بفضلها فكل واحد لازم يحاول حتى لو هتنتقم لازم تنتقم بطريقة تكون محترمة يعني اللي هي أفضل طريقة هي الانسحاب من العلاقات ده أحسن انتقام وإمتك هتتعرف هتتعرف مدام أو هتتعرف أو أنت يعني كلام للولد أو بنت مدام أنت أو أنت شخصية كويسة فإمتكو هتتعرف هتتعرف واللي خسر خسركم خسر الشخصية كويسة فده انتقام يعني لأنه مش الشخصيات كويسة بتلاقيها وبتقابلنا كتير في الأول في الأخر ربنا يهدينا جميعا ويقلف القلوب ويولف القلوب على بعضها وأتمنى الفيديو يكون فاتكه كده أبقى وصلت لنهاية الفيديو ولو عجبك الفيديو ما تنسوه واشتدعموني بلايك ولو مش مشترك يالي تشتركه عشان تشوفوا كل الجديد في الفيديوهات النوع شكرا أوليكو مع السلامة شكرا أوليكو